بمناخ ساحلي وطبيعة جبلية تشتهر قرية بداما غربية إدلب بزراعة أشجار التفاح لكن هذه الثمرة كما يقول المزارع أبو أحمد قد تراجع إنتاجها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بعد أن كانت من أهم المزروعات الموسمية التي يعتمد عليها أهالي المنطقة ما عم يتناسب مثلا الأسعار المبيع للإنتاج هذا ما عم يتناسب مع الصرف اللي نحن عم نعاني منه سواء من أدوي سواء من مثلا مواد ضخمة زوط وإلى آخر فهذا موضوع يعني عم نعاني منه نحن حقيقة ارتفاع وطيرة القصف من قبل قوات النظام وروسيا خلال الأعوام الماضية مع انخفاض نسبة الري وارتفاع أسعار الأدوية والأسمدة الزراعية عوامل أدت لموت مئات الأشجار من التفاح واقتلاعها حيث حاول المزارعون استبدالها بمواسم زراعية أخرى زراعة التفاح في بداية ما تراجعت بشكل كبير مع كل أسف يعني اليوم ما عاد تعطي الشجرة اللي كان تعطي له من قبل ليش كل مزارعين ومعظمنا تشك من أمر هو استيراد التفاح بكميات من الدول الجوار من تركيا يعني بوقت مواسم التفاح بوقت المواسم عنها عمز التفاح كتير من تركيا طبعا نحن غير قادرين على انتاج اليوم الشعب غير قادر على انتاج حبة أو سيمار تفاح تضاهي التفاح التركي أو التفاح المستورد من الخارج اكتسبت ناحية بدا ما شهرتها في زراعة التفاح منذ ستينيات القرن الماضي يقول أصحابها أن هذه الشجرة عاشت وترارعت معهم حتى أصبحت أشبه بالتراث لديهم أصبح من النادر أن تجد أرضا شجرية مثمرة بالتفاح في واحدة من أكثر المناطق شهرة بزراعتها وانتاجها غربية إدلب عوامل اضطرت أغلب الفلاحين بسبب ضعف إمكانياتهم استبدالها بمحاصيل موسمية أقل تكلفة جمع الأحمد حلب اليوم ريف إدلب الغربي اشتركوا في القناة